بسم الله والصلاة والسلام ورسول الله الفيديو ده في رسالتين مهمين من وزير التربية والتعامل او الرسالة هو عمل توضيح كده مهم بيقولك ان في احد جهبزة السوشال ميديا قال ان الوزير بيقول لما مش ناوي اصحح ابحاث صفوف النقل حد بيقول ان الوزير مش هيصحح ابحاث صفوف النقل ولكن الحقيقة هيتم تقييم الابحاث على اساس نجاح ورسوب فقط وزير التعليم بيأكد ان الابحاث هتبقى اما ناجح او راسب ده الكلام ده في البحث لكن مش هيتصحح بدرجات مش بدرجات زي الانتحانات التقليدية ولكن هيتم تقييمه من حيث الالتزام بعناصر المشروع وان البحث من عمل الطالب وليس منقول او شريه من مكتبه وفي الاخر بيقولك لا تستمع لو من يتحدث عن وزارة التعليم بلا مرجعي دي او الرسالة رسالة تانية من الدكتور طريق شاوي بيقول ان تسليم المشروعات هيكون باستخدام منصة ادمودو ده الحل الافضل عشان فيه ناس طبعا عايز تسلم المشروع يتسلموا ورقي تروح المدرسة قال ان تسليم المشروعات باستخدام المنصة ده الحل الافضل والاضمن والذي نود تدريب الطلاب عليه للمستقبل وكذلك فهو افضل صحيا في الظروف اللي احنا فيها دي اما الحل الورقي فهو حل متاع لمن يتعذر عليه استخدام المنصة يعني لو انت مش هتعرف ترفعه على منصة ادمودو تروح ترفعه تقدمه في المدرسة ولكن الافضل انك ترفعه على منصة ادمودو وبالنسبة لخطوات رفع الملف على المنصة هتلاقي هنا الخطوات بالتفصيل خطوة خطوة هتلاقي رابط المقال ده هسيبهه لك في اول تعليم الخطوات اللي هتبعد بيها الملفة هترفعه على ادمودو في الاول لازم تحوله لبي دي اف برضو هتلاقي هنا رابط الموقع اللي هيحلوك بي دي اف وازاي ترفعه على منصة ادمودو بشكل صحيح وخلي بالك في رابط النسخ عشان تتأكد ان البحث بتاعك مش منقول او مش متطابق مع بحث واحد زميلك هتخش على الموقع ده وهيتم فحص البحث بتاعك وبرضو لو هتسلمه ورقي هتلاقي هنا خطوات تفصيلية بتشرح لك ازاي تسلمه ورقي كل ده تفاصيل اكتر هسيبه لكم ان شاء الله في اول تعليم ان شاء الله تسليم الابحاث هيبدأ من يوم تسعة وهينتهي يوم 16 والنتيجة هتظهر بعد يوم 16 باسبوع هيقول لك اذا كنت راسب ولا ناجح او بحثك يعني مقبول ولا غير مقبول في نهاية الفيديو لو حسنت انك استفدت حاجة بساش تعمل لايك للفيديو ولو لسه مشتركتش اشترك وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد معنا شكرا والسلام ومكتور